بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسمي محمد وآله طيبين الطاهرين مدرسينا الكرام في ربوع عراقنا الغالي وطلابنا الكرام عزائي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأكون معكم اليوم في درس حي لكيفية دخول المدرس إلى منصة نيوتن الالكترونية ضمن تطبيقات وزارة التربية العراقية ان شاء الله إذن أول ما تطبون على الجوجل وتكتبون منصة نيوتن الالكترونية رح تطلع لكم هذه الواجهة طبعا سواء انت كنت مسجل أو ممسجل إذن البث الحي لقناة فضائية العراق التربوية رح تلقاه أمامك بشكل مباشر ورح تطلع لك الواجهة اللي أمامك إذن هنا اللي موجود من جهة اليسار المدرسة طبعا مدير المدرسة عند يوزر وعند باسورد يدخل إلى الصفحة مدير المدرسة إلى خيارات عدة ممكن يضيف مدرسين ويحذف مدرسين ممكن يضيف طلاب ويحذف طلاب والباسورد يستلمى من خلال الموقع يعني مو يستلمى من خلال الوزارة بأن تجي قوائم هنا بمجرد دخول مدير المدرسة إلى هذه الجزء مات الجانب الأيسر إذن هنا رح يكتب الاسم الرباعي للمدرس والمنصة البرنامج هو رح يطي يوزر نيم وباسورد يطي للمدرس وممكن يدخل إلى هذه المدرسة تحديدا ما يدخل إلى أي مدرسة بالعراق يدرس إلى أن يدخل إلى هذه المدرسة تحديدا أما الجانب الأيمن هو جانب الطالب أيضا مدير المدرسة رح يضيف الطلاب اللي موجودين عنده والبرنامج بشكل تلقائي يطيهم إيميل خاص يعني مو إيميل الطالب يطيهم إيميل خاص وإن شاء الله رح أطيكم صور شلون رح تطلع واجهة الطالب ورح يطي أيضا باسورد إذن الطالب يدخل مباشرة إلى هذا البرنامج أما الجانب الأوسط هو الأستاذ إذن هنا مدير المدرسة بعد ما اطي يوزر نيم عبارة عن أرقام يعني ما يطي اسمه عبارة عن أرقام ويطي باسورد إذن مباشرة هنا كليك مثلا على الأستاذ السآل هنا أمسوي نفسي طالب ومسوي نفسي مدرس داخل بي جهازيا مختلفة والأمر رح يكون أمامكم إذن 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 هنا رح أفدي بالأستاذ إذن هنا كليك طبعا هنا رح يريد منك اسم المستخدم ويريد منك اليوزر هلس هنا اسم المستخدم هذا أمامكم واليوزر طبعا هنا اليوزر لازم تحتفظ به وبمجرد أن تنزل على الحاسبة أو على الموبايل فهو رح يطلب منك يقول لك تريد تحفظه أكيد رح تختار الحفظ هذا فقط أنت رح تقدر تدخل إذن هسه رح نسوي دخول إذن أعزائي بمجرد أن نسوي الدخول رح تطلع هذه الصفحة إذن أمامك دشوف قصي هاشم حسين تميمي طبعا اكتبت هذا الاسم هذا الاسم افتراضي هو قصي هاشم حسين حسن اسم افتراضي تعليمي إذن هذا المقطع هو مقطع تجريبي إذن هنا رح تطلع لك هذه الأمور أمامك إذن هنا كل المدرسين الموجودين رح تطلع اسماهم يمك من خلال المدرسة وهكذا والجانب الأيمن من هذه الصفحة الرئيسية الوزارة سجل الطلاب تقييم الطلاب جدول الدروس مراسلة وهكذا إذن من أروح الرئيسية إذن هي هذه الرئيسية كل مشكلة ما بها الوزارة بمجرد الضغط على الوزارة شوف هنا تطلع لي الرسائل المرسلة الرسائل المستلمة محادثة مباشرة ومراسلة الوزارة إذن هذه بمجرد أن تضغط عليها كليك طبعا هذه الأرقام رح تختلف من مدرسة إلى أخرى بمجرد أن تضغط عليها كليك إذن رح توصلك للعنوان اللي موجود أمامك سجل للطلاب بمجرد أن أضغط كليك عليهم إذن هنا الطلاب اللي مدخلهم مدير المدرسة الطلاب اللي مدخلهم مدير المدرسة وشوف تقدر تراسل الطالب وتقدر تقيم الطالب شوف إذا هنا أكون مراسلة تقدر تدسل رسالة خاصة للطالب وهنا تقييم الطالب شقد تريد تطي إذن هنا من أريد أن أدوس عليها كليك إذن هنا رح تروح إلى تقييم الطالب عندي طالب هنا محمد جاسم إذن هنا داي يقول لي حاليا غير مسموح بيها إذن هنا بعدها من فعله إذن خلي الروح إلى جدول الدروس إذن جدول الدروس أعزائي هس هنا السبت الصف السادس الأحيائي رح نطيهم رياضيات وموعد البث هو بالسبعة وستعش دقيقة إذن ساعة تسجيل هذا الدرس هو ساعة بالخمسة وعشرين دقيقة إذن هنا ساعة بالخمسة وستعش دقيقة المفروض يبدي البث من عندي إذن إش وقت ما أكون جاهز للبث إذن إش رح أقول لي هس هنا مباشرة رح أقول لي بدء البث إذن كليك واحد على بدء البث إذن هنا رح يطلب من عندي اسمي إذن إش رح أقول لي إذن هنا رح أقول لي قصي هاشم إحسين تميمي رح يخيرني يقول لي تريد تفتح الكاميرا أو تريد بدون كاميرا إذن هنا أخلي هذه فراغي يعني أقول لي أنا أسمح بأن أفتح الكاميرا على موضو الطلاب يشوفوني إذن كليك واحد إذن هس هنا دخلنا إلى الصف والإفتراضي والبث المباشر إن شاء الله إذن الطلاب هس هنا أكو طالب اسمه محمد جاسم إذن هنا هذه طالب محمد جاسم أقول لي هنا رح يقول لي نعم أريد أدخل على البث هس هنا من خلال الموبايل طلع لي هنا دخل محمد جاسم وهس آني إذا أدخل اسم الطالب محمد جاسم وسويت له دخول إذن محمد جاسم حاليا دخل إلى البرنامج زيان هس أعزائي هس هنا هذه الصورة أمامكم إذن إذا أريد أفتح الصورة بشكل مباشر إذن هذه الصورة اللي ده شوفوه أمامكم هس أنا مشغل على الموبايل وصورتي طلع أيضا على الموبايل يعني معناها الطالب ده يشوف صورتي وده يسمع صوتي أنا إذا أريد أحجب الصورة إذن هنا أشوف هذا رمز الكاميرا بمجرد ضغط واحد عالية إذن هنا الصورة رح تحجب ويسمع صوتي فقط إذا مثلا إجاني اتصال على الموبايل وما أريد الطالب يسمع صوتي إذن هنا رح أدوس على الخيار الثاني من جهة اليسار استهنى صوتي إنحجب وصورتي إنحجبت إذن هس رجعنا مرة أخرى والطالب ممكن يشوف الصورة وممكن ما يشوف الصورة إذن أعزائي هذا الاختيار الخامس من جهة اليسار ممكن أزغر الصورة وممكن أكبر الصورة إذن هنا أنا مخير بين تصغير الصورة وبين تكبير الصورة والخيار الآخر أعزائي سيكون ما يلي هس أعزائي خلي هنا أطفت الكهرباء بس أعتذر جدا بأن تتجي الكهرباء حتى الصورة تكونوا ألحا هس إذا ردت أروح على الصبورة التفاعلية الصبورة التفاعلية وين رح تكون هنا رح تكون بالخيار الرابع من جهة اليسار إذن الخيار الرابع بمجرد الضغط علي إذن هنا الصورة التفاعلية دع شوف هنا صورتي وين صارت يعني صورتي صارت بالجانب الأيمن الأيمن الأعلى إذن صار صورتي الطالب دع شوف صورتي دع أحشي لكن مع هذا دع شوف الصبورة التفاعلية هذا الصبورة التفاعلية شكو بيها به هنا بالجانب الأسفل الأوسط أكو الممحات وكو الكاميرا هذه الكاميرا بمجرد الضغط عليها رح ترجع المن لما قبلها يعني للواجهة لما قبلها فسا راح اجي اجي للصورة التفاعلية او الصبورة التفاعلية بها مجموعة امور وهذه الامور سنحاول شرحها بصورة سريعة اذا نسى هنا خلي نرجع الى الصبورة الاعتيادية اذا نسى هذا اول خيار هذا القلم القلم اسى هنا اكتبت هنا اكتب اي شي بالقلم طبعا هنا الكتابة بالماوس اكيد عملية صعبة جدا وممكن هذه الفرشات هذه الفرشات يعني اختار اي لون اذا هنا اختاريت مثلا لون الازرق واذا هنا راح يكون في الصورة هذه يعني بالفرشات راح يكون كتابة اي شي اه هنا المساحة الممحات اذا اريد امسح اي شي اه هنا التي يعني معناها امالكم علاقة رسائل فيسبوك اذا اريد اكتب اي شي مثلا اجي اكتب هنا السلام عليكم اذا هنا هذه عن طريق التي تريد تنزل صورة تريد تنزل بي دي اف تريد هنا هذه مجموعة امور كلها من خلال هذه الصبورة لكن استهنا بعض مدرسين الكرام راح يقولون هنا الصبورة عملها قد يكون صعب يعني هذه الصبورة قد يكون عملها صعب اكو بديل عن الصبورة اذا هنا اكيد اكو بديل عن الصبورة اذا خلي نرجع الى الواجهة القديمة اذا هذا الخيار الثالث اه من جهة اليسار اذا هنا الخيار الثالث يقول لك شو تريد تسوي شير المن تريد تسوي شير هسه هنا راح تطلع لك هذه الواجهة اذا نسولف عليها بمجرد ان تدوس عليها كليك ورح تدوس شير اذا نشوف اش طلع لك هنا اعتقد اعتقد ما متأكد من هذا الكلام اذا اعتقد بان هذه الصورة اللي طلعت ان شنو فايدتها انا هنا من اريد اطلع مثلا على سبيل المثال شاشة الموزابوك اذا نسه هنا شاشة الموزابوك انا هنا مسوي عندي برنامج الموزابوك واريد الطلاب يطلعون على الشرح من خلال الموزابوك استه هنا مثلا هذا هو كتاب السادس العلمي للفرح التطبيقي واريد اشرح له للطالب اقول له استه هنا هذا هي التمارين سؤال الاول جد قيمة ios 5 جد قيمة ios 6 جد قيمة ios 124 اذا اريد مثلا اشر التأشير رح يكون في الصورة هذه الطالب او المدرس اللي عنده مثلا برنامج الموزابوك او اي برامج اخرى ممكن يعتمد عليها ويقدر يشغل المنصة من خلال هنا شاشة الموزابوك او يشغل الموزابوك من خلال المنصة وممكن هنا يفتح دفتر اعتيادي ويكتب للطالب مثلا هنا اريد اكتب مثلا اريد احلل اكس تربيع ناقص اربعة اقول هذا شي يساوي يساوي اكس ناقص اثنيا في اجزاء الاثنين انت هنا من دا تقول شير دا تشوف هنا اشطلعت النجوة هنا استوب شير يعني هنا هذا الطالب دا يشوف اللي دا اسوي تريد توقفه تقولها رح يقولها استوب شير رح يرجع للشاشة الفارغة اذا ممكن هنا انزلها وافتح للطالب مثلا يوتيوب اذا اني عندي فهد مقاطع على اليوتيوب ورح تكون بالصورة التالية اذا هنا هذه مثلا قناتي على اليوتيوب واريد اشرح للطالب فهد مقطع انا مصورة واقول للطالب مثلا هنا سلسلة الصاعدون الى السادس هسا الطالب رح يسمع هذه المحاضرة صوت وصورة ويقدر ينتفع عليها في اي وقت في اي وقت ممكن هنا توقف هذا المقطع وتجي السولف لافت شيء معين تقدر ترجع الى الصفحة الرئيسية وهكذا اذا هنا رح نرجع الى المنصة اذا رح اقول استوب شير اذا هنا رجعنا الى الصورة الاعتيادية قلت لك تريد تمسحها الصورة ماكو مشكلة اذا هاي تدوس عليها رح تروح الصورة وهكذا هسا هنا تريد تطلع هنا طبعا هنا عدنا هذه على جهة اليمين تريد تراسل ويا الطلاب لو اكو طالب السهناء طالب طلع من السهناء طلعنا من الدخول الى هذا الدرس طبعا هنا الطالب ممكن يراسلك انت هنا بس يراسلك رح توصل لك رسالة في الصورة هذه وتقدر انت تجاوب ويقول لك السلام عليكم رح تقول هنا عليكم السلام ورحمة الله اذا هنا الاسئلة اللي ممكن يطرحها الطالب والاجابات كذلك هذا الدنبوس الموجود تقدر هنا ادزل اي ملف تقدر ادزل للطالب اي ملف اذا هنا انت عندك صور معينة اذا هنا ممكن ادزل اي ملف طبعا بعض الامور لحد الان غير مفاحلة هسا انا من دا احاول ادز ملف الملف مدى يندز يعني لحد الان كيفية ارسال الصور الظاهر اكو بيها في اشكال ربما انا ما اعرف لها اذا هنا انتهينا من الدرس واش رح تسوي لها رح تقول مغادرة الاجتماع اذا هنا غادرنا الاجتماع اذا تريد تسوي مغادرة بسيطة قليلة وتريد تدخل مرة ثانية بامكانك ان تدخل مرة ثانية هسا المهم احنا غادرنا هذا الاجتماع وانتهى درسنا ويا الطلاب طبعا من اريد ارجع مرة اخرى الى الشاشة الرئيسية دا شوف هنا اكو توقف الدرس هذا مرة درس خامس افتدائي مرة درس سادس احيائي هذا طبعا فالجدوى الافتراضي هذا يوضع مدير المدرسة مدير المدرسة راح تقول لي يصير نفس الوقت اكو مثلا عشرين درس اي اكو ممكن هنا عشرين درس وياهم عشرين مدرس مختلف يضطون عشرين درس في آن واحد ولكل درس اكو طلاب الطلاب هنا يدخلون من خلال الحاسبة او من خلال الموبايل هنا يدخلون فيقول تجي رسالة وين تريد تدخل لأي صف يقول لأني مثلا سادة صحيائي اريد ادخل الى درس الرياضيات اذا كان اكو بث مباشر لدرس الرياضيات راح ينفتح الى اذا ما اكو بث مباشر اكيد هنا مراح يفتح الدرس الى الطالب اذا كل هذه المعلومات التي تم اعطاءها الى حضراتكم من خلال وجود مدرسين ووجود طلاب ووجود جدول هس هنا بعض مدرسين الكرام يشتكون يقولون احنا من در نفتح مثلا الشاشة الرئيسية اذا هذه الشاشة الرئيسية فتحناها ودر الروح الى سجل الطلاب مدى نلقى طلاب اكيد انت مدى طلاب لان المدير لحد الان مدخل الطلاب تقول من در روح الى جدول الدروس مدى القى جدول اكيد لحد الان هنا المدير لم يسوي جدول ولكن بمجرد وجود الطلاب ووجود الجدول رح يكون دخولك تلقائي هس هنا تقييم الطلاب هس هنا مثلا تدوس عليها تقييم الطالب انا عندي هنا الطالب مثلا اسمه محمد جاسم اريد اطي درجة بالرياضيات اذا مثلا اطيت درجة 80 والملاحظة اقول علي اذا اقول علي هذا هو طالب متوسط او طالب جيد اذا هذا هو التقييم ورح اقول هنا تقييم الطالب اذا صار لهذا الطالب تقييم اذا في درس تجريبي سابق قيم طالب ابتراضي اسمه نزار علي محمد علي مثلا وطينا بالرياضيات مثلا 75 هس هنا الطالب محمد جاسم اذا اخذ بالرياضيات مثلا 80 وهكذا ابو العربي ابو الاسلامية ابو الانجليزي ابو الكيمية وهكذا رح يطي تقييم طبعا هنا رح تكون حالة ممكن شوف هنا التقييم نزل هذه هنا حالة اذا اولياء الامور ربما اذا قدروا يدخلون الى هذه المنصة فممكن يطلعون على تقييم طلابهم والمراسلة سهنا ما يخص المراسلة اذا هنا تريد تراسل الطالب الفلاني اذا هنا من دست المراسلة ايضا طلعت لي تقييم الطالب اذا هنا ممكن اعتقد ادز لدرجة و اخر الامور اللي نريد ان نبينها هي الاعلانات بمجرد الضغط على الاعلانات رح تطلع الاعلانات الخاصة بالمدرسة الاعلانات الخاصة بالمدرسة وربما بعض منها بعض قرارات الوزارة توجيهات الوزارة وهذه ممكن مدير المدرسة دخل الاعلانات او ممكن هنا تكون بشكل تلقائي من قبل الوزارة شغلات المهمة اذا هذا كل ما يخص الاستاذ بالنسبة الى منصة الطالب الالكترونية واود قبل الانتهاء اساتذتنا الكرام اود الاشارة الى ان هناك كثير من الاصوات وكثير من المدرسين يدعي بان هذه المنصة هي تجربة فاشلة ولكن اود التأكيد والتأكيد ثم التأكيد مرة اخرى بان المنصة الالكترونية متى ما تعلم المدرس على استخدامها وتعلم الطالب على استخدامها فستكون بديل كامل ربما تكون صعبة ولكن بديل ثانوي مهم جدا ممكن يكون للمدرسة ان شاء الله الله يكتب السلامة والصحة ودفع وباء كورونا عن الانسانية جمعا وعن العراق بصفة خاصة وتعود مدارسنا للعمل ولكن حتى لو رجعت المدارس العمل منصة نيوتن سيكون لها دور ثانوي في اكمال العملية التعليمية والتربوية واذا ما قدر للمدارس ان متنفتح ربما متنفتح المدارس وربما يبقى الوباء وربما يكون التجمع خطر اذا هنا سيكون دور المنصة الإلكترونية دور اساسي جدا اذا خلينا نتفاعل ويا هذه المنصة وسيكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله لبحث او لوضع االية عمل الطالب على المنصة من جهة وحتى االية عمل مدير المدرسة على المنصة الى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحيب الله